السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف السابع حياكم الله لمراجعة موضوع الزكاة بداية الأمر نراجع سويا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام أو جبه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة إذا توافرت شروطها جمع الله بين الزكاة والصلاة وذلك لتعظيم شأنها ومكانتها عند الله تعالى في عدة آيات طرح موضوع الزكاة بعد إقامة الصلاة فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتموا الزكاة وذلك لعظم شأنها ومكانتها عند الله تعالى تحدثنا عن الحكمة من مشروعية الزكاة لفئات معينة وقلنا بأنها لسد حاجاتهم وحفظ كرامتهم لتحقيق التكافل الاجتماعي تطهير النفس من الشح والبخ ونشر الأمل والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع تحدثنا أن هناك شروط يجب أن تتوافر إذا كان هناك أمر بواجب خروج الزكاة وذلك أن يبلغ النصاب وأن يمر عن المال بعد بلوغه النصاب حول كامل وهو زائد عن حاجته الأصلية عند مالكي فما معنى نصاب الذهبي أي 85 جرام وهو السعر الثابت ونصاب الفضة 595 جرام وهو السعر الثابت أما نصاب النقود المتداولة فتقدر حسب نصاب الذهب وهو 85 جرام ولكن سعر الذهب فهو متفاوت ما بين كل بلد وأخرى الآن لدي هنا مسألة رجل يملك 6000 دينار أردني وقد حال عليها الحول وهي زائدة عن حاجتها الأصلية فهل تجب عليها الزكاة علما بأن سعر جرام الذهب 19 دينار قلنا أن سعر جرام الذهب هو متغير ولكن أنا النصاب 85 جرام ثابت من ثابت حدده الشرع فالناظر بأنه يملك 6000 دينار يقول أن لديه مبلغ كبير ولكن يجب علي أن أقوم بتحديد المسألة كما علمني الشرع فأقول 85 وهو جرام الذهب الثابت عند الشريعة ضرب 19 جرام من سعر الذهب الحالي على الآل الحاسبة بيكون عندي الجواب 1615 دينار كما تعودنا نقارن هذا المبلغ بالمبلغ الذي يملكه هذا الرجل فأقول هل 1615 دينار أقل من 6000 دينار وهو ما يملكه الرجل نعم إذن بلغ حد النصاب بعد ذلك ماذا أفعل نعم أقوم بضرب 6000 دينار ضرب 2% فيصبع عندي مقدار الزكاة 150 دينار الواجب إخراجها من المال تحدثنا عن أصناف الأصناف التي توزع عليهم الزكاة فقلنا الفقراء والمساكين والعاملون عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل وابن السبيل دمتم أحباء الطلبة إن شاء الله بحصة زوم نتابع سويا ونقوم بطرح بعض المسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته